المبعوث الأممي إلى اليمن يختتم زيارته إلى عدن ويؤكد أهمية تغيير المسار والعمل نحو تسوية سياسية تشمل الجميع الخارجية الألمانية تدين الهجوم الحوثي على مأرب وتطالب باستئناف المحادثات السياسية مسؤول أممي يتفقد الأحياء المدمرة في مأرب ويدعو لتوثيق الانتهاكات الحوثية المرتكبة بحق المدنيين أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندر بيرغ الذي اختتم زيارته الأولى إلى العاصمة المؤقتة عدن قال إن هناك حاجة ملحة لتغيير المسار والعمل نحو تسوية سياسية تشمل الجميع وتنهي النزاعة بشكل كامل وتسمح لليمن بالتعافي والنمو ورحب جروندر بيرغ بعودة رئيس الوزراء إلى عدن وشدد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض لدعم الاستقرار وعمل المؤسسات الدولة والتقى المبعوث الأممي مع رئيس الوزراء معين عبد الملك ومحافظ عدن أحمد لملس وكما التقى رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بالمبعوث الأممي ومحافظ تعز شمسان وعدد من الفاعلين السياسيين في مكونات الحراك الجنوبي ومؤتمر حضر موت الجامع كما عقد مشاورات مع ممثلين عن المجتمع المدني وناشطات في المجال النسوي ضمن التحركات في جولته الثاني منذ تعيينه أجرى المبعوث الأممي هانسي جرودينج مباحثات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مع رئيس الوزراء معين عبد الملك ومسؤول السلطة المحلي في عدن والتعز وقيادة المجلس الانتقالي تركزت المباحثات حول مساء الحل السياسي والبحث عن مسار لوقف الحرب وأحلال السلام العادل والشامل أنا مسرور بعودتي إلى اليمن مرة أخرى وسعدت بلقاء رئيس الوزراء اليمني عقدنا جولة محادثات مثمرة تحدثنا فيها على الأولويات الراهنة المرتبطة بالأوضاع في البلاد كما تحدثنا عن التحديات المحتقة بعيدة المدى وتلك المرتبطة بالمنطقة وذلك من أجل الوصول إلى تسوية شاملة للأوضاع في اليمن تأتي زيارة المبعوث جريندينغ إلى عدن بعد مباحثات مكثفة أجراها في الرياض مع مسؤولين سعوديين وقيادة الشرعي اليمنية تركزت على جهود السلام في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإنقلابية والتصعيد العسكري ورفضها مبادرة وقف الحرب رحبنا بالمبعوث يوم أمس في عدن وقلنا أننا على كامل استعداد التعاون معه لإنجاح مهمة مهمة ليست بيصيره طرحنا له أثار الحرب التي ترتب عليها أن أدام الخدمات تدميرها في عدن كل الأكسات تلك التي أكست سلبا على عدن وأهلها والحياة اليومية المعاشة وفيما يسعى المبعوث الأمم الجديد للإستماع لمختلف وجهات النظر بما في ذلك ممثل المجتمع المدني والمرأة كشفت مصادر سياسية منية في الرياض إن المسؤولين الذين التقاهم جروندينج في الرياض أبلغوه بضرورة تبني خطة سلام شاملة تستند إلى المرجعيات الثلاث وقرار مجلس الأمن والأخذ في الاعتبار نتيجة مشاورات الكويت التي وضعت خريطة طريق لحل الأزمة اليمنية وفي بسارات ثلاث أمنية وسياسية وعسكرية تحركات مكثفة للمبعوثين الأممي والأمريكي في ظل تعنت حوثي وتصعيد عسكري يهدد مساعي السلام رغم ترحيب الشرعي اليمنية بفتح حوار شامل لوقف الحرب ردفان دبيس الحداث عدن إذن مشاهدين في الملف اليمني يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة المؤقتة عدن الكثير من المسؤولين في العاصمة المؤقتة عدن والتقى رئيس الوزراء معين عبد الملك وكذلك منظمات إنسانية ومنظمات مجتمع مدني المبعوث الأممي يحاول تقييم الأوضاع من خلال زيارته هذه إذن نتابع مشاهدينا في النشرة دانة الخارجية الألمانية هجمات ميليشيات الحوثي التي استهدفت حي الروضة في مدينة مأرب الأحد الماضي والتي تسببت بمقتل العديد من المدنيين وقال المتحدث الرسمي للخارجية الألمانية في تغريدة على حسابه في تويتر قال إنه حان الوقت لإنهاء الوجوم العسكري للحوثيين والاستئناف المحادثات السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة مشاهدينا فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال هذه النشرة ترجمة نانسي قنقر 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 اهلا بكم مشاهدينا من جديد نتابع في الشأن اليمني ومن عدن على وجه التحديد مرسل حدث ردفان نتبيس ينضم إلينا ليخبرنا عن الجدول الذي تم من خلاله بعض اللقاءات من قبل المبعوث الأممي إلى العاصمة المؤقتة ردفان مرحبا بك مساء الخير نعم اختتم المبعوث الأممي الجديد هانس اليوم زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي عقد سلسلة لقاءات كان يوم أمس هناك لقاءات مع رئيس الحكومة اليمنية دكتور معين عبد الملك وكذلك محافظة عدن وتعز وأيضا رئيس المجلس الانتقالي اللوائد الروسي الزبويدي أيضا اليوم كان هناك سلسلة لقاءات مع منظمات المجتمع المدني مع المرأة مع منظمات ومكونات سياسية غادر عصر هذا اليوم منتجها إلى عمان بعد هذه اللقاءات كان الهدف من هذه الزيارة وهي الزيارة الأولى للمبعوث الأممي الجديد هانس خلفا لمارتين جريفت طرح عملية السلام كيفية مساعدة الحكومة اليمنية طالب باستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض لأنها كما قال مهم ومحوري وهي المدخل الرئيسي لكل المشكلة اليمنية طالب الجميع للتعاون مع المبعوث معه أيضا لوقف إطلاق النار رغم أن مليشيات الحوثي مع هذه العملية ومنذ أن تولى هانس المبعوث الأممي الجديد هذه المسؤولية وهذا التكليف إلا أن مليشيات الحوثي تقوم باستهداف المدن اليمني كما حصل في مارب لكن كان اللقاء والتعويل على وجود المبعوث الأممي كما قال رئيس الحكومة بأن تقوم الأمم المتحدة بمساعدة الحكومة ودعم المؤسسات أيضا دعمها ماديا والتحشيد الاقتصادي لأن الوضع الاقتصادي مقلق والحكومة بحاجة إلى أن تقوم بواجباء أمام المواطنين اليمنيين لأن الظروف الاقتصادي كانت صعبة المبعوث الأممي طرح أن يكون هناك سلام شامل ودائم بأن تكون كل الأطراف اليمنية معنية بهذا السياق وأن تعمل على وقف إطلاق النار وإحلال السلام في مدينة عدن التي استقبلت المبعوث الجديد كان الكل متعاون والكل كما قال يسعدني أن أسمع من كل الأطراف بأن يطالبوا بدعم الحكومة اقتصاديا لأن في وضع الحكومة أصبح صعب جدا لأن المواطن بحاجة إلى خدمات بحاجة إلى الخروج من هذا النفق التي تسببت به ميليشياء الحوثي منذ الانقلاب في العام 2015 أفرد مساحة واسعة ردفان من لقاءاته لمنظمات المجتمع المدني ماذا سمعوا من المبعوث الأممي إذا كان لديك اتصالات مع بعضهم؟ نعم كما تواصلنا حاولنا نبحث عن المعلومة عن اللقاءات عن ما هي المكونات علمنا بأن مكونات مجتمع مدني كثيرة المرأة مكونات سياسية أخرى من هي المكونات التي التقاها المبعوث الأممي ردفان؟ كثير من المنظمات المجتمع المدني هنا في عدن التي تعمل إلى جانب السلطة المحلية والتي تقوم بدورها بمساعدة النازحين ومساعدة أيضا الفقراء الذين يعيشون في الظروف الاقتصادية الصعبة والذين يعملون في عدد من المنظمات الدولية ومندوبين لمنظمات دولية طرحوا كثير من المشاكل كما قال محافظة تعز بأن يعول على دعم الأمم المتحدة وإيقاف الجرائم التي ترتكب في تعز وكذلك محافظة عدن قال أثار الحرب والدمار ما زالت باقية في العاصمة المؤقتة عدن وأن واجب الأمم المتحدة اليوم هو دعم السلطة المحلية حتى تستطيع النهوض بالمحافظة وعودتها كما كانت والتغلب على المشاكل التي ما زال يعاني منها المحافظة والسلطة المحلية مثل الكهرباء مثل المياه البنية التحتية التي دمرتها ميليشيات الحوثي وما زالت تعاني هذه المدينة كثير من المشاكل كثير من المنظمات كان اللقاءات السريعة في بعض المنظمات وكان أيضا المبعوث متفائل عندما قابل هذه المنظمات وأيضا المكونات شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل زميلة ردفان ناد بيس مراسل حدث كنت معي من عدن دانت الخارجية الألمانية أهجمات ميليشيات الحوثي التي يساتفت حية الروضة في مدينة مأرم الأحدى الماضي والتي تسببت بمقتل العديد من المدنيين وقال المتحدث الرسمي للخارجية الألمانية في تغريدة على حسابه في تويتر قال إنه حان الوقت لإنهاء الهجوم العسكري للحوثيين والسناف المحادثات السياسية تحت مضلة الأمم المتحدة من مسقط تنضم إلينا المحامية هدى صراري رئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات مرحبا بكي أستاذ هدى أعرف منك إذا كان لديك أو كنت بسورة هذه اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي مع بعض المنظمات في الداخل اليمني ماذا سمع وماذا أسمع من قبلها أولا مرحبا أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام للمشاهدين صحيح في الآونة الأخيرة خاصة بعد سنوات الحرب الذي عاشتها اليمن أظهر المجتمع المدني في اليمن بشكل عام يعني دور كبير وفاعل في كميع قطاعات الحقوق والحريات والإغاثة والمساعدات الإنسانية لكنه للأسف أصبح غائبا بشكل واضح على طاولة الحوار كل المبعوثين السابقين الذين كانوا مبعوثين لليمن عملوا على إشراك منظمات المجتمع المدني وعلى المجتمع المدني المحلي لكن للأسف كان دورهم تأطيري بشكل خاص هناك مسار في إشراك منظمات المجتمع المدني في أخذ رأيها في التشاور معها لكنهم لا يوجد هناك أي ضغط على أطراف الأصراع بأن يكون هناك تواقد فعلي لأعضاء ومنظمات المجتمع المدني أثناء الحوار في طاولات الحوار السلام كذلك أيضا مسألة إشراك منظمات المجتمع المدني هو مهم جدا لتمثيل العديد من الأصوات في جميع أنحاء اليمن بالتالي كذلك أيضا إشراك منظمات المجتمع المدني ليس فقط من أجل إيصال الأصوات ولكن هناك أصحاب المصلحة مثل رابطات أمهات المختطفين دوية المعتقلين منظمات المجتمع المدني التي تمثل الأقليات الدينية يسمع الصوت يا أستاذ هدى إذا سمحت لي يسمع الصوت لمنظمات المجتمع المدني أو أن البروتوكول السياسي والأممي يعني مجبر أن يتعامل مع هذا المكون خاصة وأنه حاز نحو 25% من مؤتمر الحوار لذلك لا بد من اللقاء به أو أن الأمور لا يجب أن يسمع هؤلاء وتكون المطالب محققة أولا ليس فقط بناء على مخرجات الحوار الوطني لكن هناك قرار صادر من مجلس الأمن هو القرار 13-66 لعام 2001 أشاد بأنه لازم يكون هناك دور فاعل للمنظمات المجتمع المدني وبالتالي على كل مبعوث أممي لليمن عليه إشراك منظمات المجتمع المدني وعليه سماع صوتهم لكن للأسف كل مبعوث يتم تحاور مع منظمات المجتمع المدني وأخذ معلومات منها ويعمل كأنه هو منظمات مجتمع مدني لا يتم الضغط على أطراف الصراع بأن تكون هناك حاضرة وممثلة فعلياً ولو حتى بنسبة 30% على طاولات الحوار لكن يتم الأخذ بالمعلومات وبالبيانات التي يتم أخذها من منظمات المجتمع المدني لكن لا يتم تمثيلها التمثيل الحقيقي أثناء المفاوضات وأثناء قولات المفاوضات للسلام ألمنا في مؤخرة أنه تم الإفراج عن معتقلين أسراء في محافظة التعز هذه كانت كلها بقهود ذاتية من منظمات المجتمع المدني كذلك أيضاً العاملين في مجال الإنسان في مأرب وفي عدن العاملين مع النازحين كل هذه القهود جاءت من منظمات المجتمع المدني فهي التي تعمل حقيقة في الميدان لكن للأسف عند حدود أي مشاورات للسلام يتم نبد منظمات المجتمع المدني ليس فقط من المجتمع الدولي أو من الأطر الدولية أيضاً من الأطراف المحلية والأطراف النزاعية التي تقوم باستبعاد الممثلين عن المجتمع المدني أستاذ هدى عدم سماع الصوت إلى أي حد أثر في نشاط نظام ومنظمات المجتمع المدني بمعنى أن هذه المنظمات تعمل ولا استجابة كبيرة للمقررات أو التوصيات أو المقترحات أو أن مصلحة اليمن تقتضي أن يتابع هؤلاء هذه المنظمات بما فيهم النسوة من أجل اليمنيين ليس فقط النساء من يعمل من أجل اليمنيين أيضاً قطاع الشباب المنظمات العاملة في كافة المقالات والقطاعات الإنسانية والمدنية هي التي تعمل في الميدان وبالتالي ينبغي سماع أصواتها والأخذ منها وإشراكها إلزام الأطراف المحلية وإلزام الأطراف الاصطراع بأن تكون هناك حاضرة أثناء كل مفاوضات سلام وأثناء الحوارات ليس فقط الأخذ منها ومن ثم رمي البيانات التي يؤخذ منها لازم تكون هناك ممثلة على كل أطراف وطاولات الحوار لكن للأسف لا يتم الأخذ به هو فقط عقد لقاءات وعقد مشاورات مع أعضاء المنظمات المجتمع المدني ومن ثم عند حدود أي مشاورات سلام لا يتم الأخذ بقواعد البيانات وبالبيانات والمعلومات التي يتم أخذها من المجتمع المدني ولا يتم حتى أخذ الخطط وكذلك البيانات ومخرجات اللقاءات التي يتم العمل بها ليتم إيصالها إلى أطراف الصراع ليتم الأخذ بها أو العمل بها ومراقبتها من قبل عناصر المجتمع المدني طيب بالنسبة للمقترحات هذه المقترحات تقدم كذلك للحكومة الشرعية تدرس من قبلها أستاذ هدى نحن عادة عندما نجتمع نصيغ أوراق عمل ونصيغ خطط يتم إرسالها لكل الأطراف للشرعية وكذلك لجماعة الحوثيين ومنها أيضا للمبعوث الأممي وبالتالي لا يتم الأخذ عادة بهذه الأوراق ويتم رميها أو جعلها طيل في الأدراد للأسف المفترض أنه يكون هناك تمثيل حضوري لمنظمات المجتمع المدني ليس فقط أخذ البيانات منهم وأخذ هذه الأوراق ومع مخرجات اللقاءات والمشاورات التي يعقدها المبعوث الأممي لازم يكون هناك تمثيل حضوري لمنظمات المجتمع المدني أثناء في كل اللقاءات التي يتم العمل بها كانت في اليمن أو في عمان أو في أي دولة ينبغي أن يكون هناك حضور فعلي لمنظمات المجتمع المدني ليس فقط في اليمن وإنهم من هناك منظمات المجتمع المدني تعمل من خارج اليمن وتستطيع أن تصل بأصواتها إلى خارج اليمن شكرا جزيلا لك من مسقطة المحامية أهدى أسراري رئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات نتابع في هذه النشرة إذ قالت منظمة المعونة لحقوق الإنسان اليمنية أن الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي قوضت فرص التعايش السلمي وصدرت الحقوق والحريات العامة وهجرت ملايين اليمنين وأسمت بشكل مباشر في تدهور أوضاع الأقليات العرقية والإثنية والدينية وأوضح نعمان الحذيفي رئيس المنظمة في كلمتنا أمام الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جينيف قال إن فئة المهمشين من ذوي البشر السوداء الذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين شخص يعيشون في أوضاع معيشية وتعليمية وصحية بالغة الخطورة بسبب التمييز العنصري الذي يمارس عليهم اجتماعيا وسياسيا وأكد أن أوضاع المهمشين تفاقمت أكثر خلال الحرب بسبب قيام الحوثيين بحشد العديد من أطفال وشباب هذه الفئة للمعسكرات والدفع بهم لجبهات القتال ودع الحذيفي مجلس حقوق الإنسان لتدخل العاجل لإيقاف الإبادة الجماعية التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المهمشين انطلاقا من الاتزامات الأممية بحماية الأقليات طالبت منظمة حقوقية يمنية مجلس الأمن بتطبيق قراراته المتعلقة بحماية المدنيين اليمنيين من انتهاكات ميليشيات الحوثي وفي مقدمتهم النساء والأطفال وقالت منظمة مساوى للحقوق والحريات إن الميليشيات الحوثية لم تتوقف عن ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين منذ اليوم الأول من شن حربها على اليمنيين وأشارت إلى أن مجلس الأمن أصدر خلال الست سنوات الماضية عشرة قرارات أممية بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة ودعت منظمة مساوى مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأطفال والنساء الأبرياء في اليمن عموما وفي محافظة مأرب بشكل خاص والتدخل لحمايتهم والتحقيق في جراء ميليشي الحوثي الانقلابية ومعاقبة قادتها في السياق ذاته طلب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات طلب فريق الخبراء الدوليين والإقليمين بالتحقيق في الجراءم والانتهاكات العنصرية التي ترتكبها ميليشي الحوثي بحق المدنيين وأوضح رئيس مركز حقي إلى أن الميليشيات عذبت بشدة تسعة مدنيين قبل إعدامهم ما أسفر عن مقتل أحدهم تحت التعذيب وعن إصابة قاصر بالشلل أثناء محاكمة صورية مغلقة شابها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمة العادلة أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن رينو ماري دينال خلال زيارته لإحياء مأرب السكنية التي قصفتها ميليشي الحوثي الأحد الماضي رفض كافة الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين وتهدد حياتهم وتعرضهم للخطر الأمم المتحدة ترفض كافة الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين وتهدد حياتهم وتعرضهم للخطر موقف أكده ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن رينو ماري دينال خلال زيارته لأحياء مأرب السكنية التي قصفتها ميليشيات الحوثي الأحد الماضي سيارة جزء من مهمتنا واحتمامنا بهماية المدنيين في ودى الحرب وبنزور أماكن كل ما نزور أي منطقة في اليمن من سعدة إلى محرة لأن نرى تدرر الحرب على المدنيين وهذا الذي يهمنا وكل ما نرى هذه الكارثة تدمير البيت والقتل والجرعة المسؤول الأممي أعرب عن أسفه لاستمرار سقوط ضحايا مدنيين وخاصة من النساء والأطفال مشيرا إلى أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين في مأرب وكشف المنتهكين للقانون الدولي الإنساني وفي الوقت هذا نوثق كل الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والاستعداف على بيوت المواطنين والمواطنات والأطفال هذا علينا أن نوثق لأن يوم من الأيام سيكون المهاسبة اطلع المسؤول الأممي على حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها هجمات الحوثيين المتكررة على الأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين زيارة المفوض السامي لحق الإنسان إلى محافظة مارب والاطلاع على حجم الكارثة التي تسببت فيها مليشيات الحوثي الجرامية في استهداف المدنيين والنساء والأطفال تعتبر خطوة جيدة وتشكل هذه الخطوة ضغط على مليشيات الحوثي من أجل الكف عن استهداف المدنيين والأبرياء والأطفال والنساء مليشيات الحوثي كانت استهدفت منزل محافظ مارب سلطان العرادة في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي بصاروخين ألحق أضراراً كبيرة بالمنزل ومنازل مجاورة ومنشآت مدنية كما أثار قصفها الأخير لحيى الروض السكني بثلاثة الصواريخ غضباً وانتقادات واسعة حيث ذهب ضحية ذلك القصف نحو خمسة وثلاثين قتيلاً وجريحاً معظمهم من الأطفال والنساء وتضرر نحو اثني عشر منزلاً أربعة منها دمرت بشكل كلي من مأرب ينضم إلينا مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة الصنعاء فهمي الزبيري مرحباً بك أستاذ فهمي هذه الزيارات قيمتها على الأرض فيما إذا كانت تعطي نتائج بمعنى أن يعطى غطاء لمن يشعر بالبرد أو كيس غذاء لمن يشعر بالجوع أول أمر فقط تصريحات وتعاطف نعم أخي الكريم أسعد الله مساءكم والمشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً لا شك بأن هذه الزيارة تحمل دلالات كبيرة عن مارب من الناحية الإنسانية ومن الناحية الحقوقية هذه المدينة التي احتضنت ملايين النازحين وتستهدف من قبل مليشيات الحوثي الإنقلابية الإرهابية التي تمعم في قتل الأطفال وفي قتل النساء زيارة الممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان هي خطوة جيدة وتغير إيجابي في مسار التعامل مع القضية اليمنية ونتمنى أن تكون ما بعد هذه الزيارة أن تكون هناك نتائج ملموسة على الأرض نتائج قريبة ليس فقط على المستوى الإنساني والجانب الحقوقي أيضاً على المستوى السياسي الضيف والذي زار الأماكن التي تعرضت للاستهداف أماكن مكتبة بالسكان وشاهد عن قرب هذه الجرائم ونتمنى أن لا يتوقف دور الأمم المتحدة على التصريحات وإنما نتمنى أن يصدر بيان عن هذه الجرائم التي شاهدها ممثل الأمم المتحدة وأن يتم إيصال هذه الرسائل والنتائج إلى فريق الخبراء وإلى مجلس حقوق الإنسان وإلى جهات وإلى جميع الجهات المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وإلى مجلس الأمن شاهد الجميع ما تتعرض له هذه المدينة من قبل هذه المنشيات التي تتلقى الهزائم في جميع الجبهات ثم تلجأ إلى قصف المدنيين بالصواريخ الباليستية وبالمقذوفات وبمختلف الأسلحة أيضا نتمنى أن تتكرر مثل هذه الزيارات أن لا تتوقف عند هذه الزيارة وأن تكون هناك زيارات أخرى من أجل إيصال صوت هؤلاء الذين يتعرضون للقصف وأن توثق هذه الجرائم الأدلة المادية والأدلة المعنوية الجميع شاهدها يجب أيضا على المنظمات الحقوقية أن تعمل على إعداد ملفات جنائية لهذه الجرائم من أجل تقديمها سواء للمحاكمة على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي لن يفلت أحد من العقاب هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم دماء الأطفال دماء النساء دماء الأبرياء لا تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي يعني كل من قام وتورط في هذه الجرائم سيلقى وسينال عقابه الرادع نعم أخي الكريم طيب هذه التقارير وهذه الزيارات يعني من خلال الماضي وتعامل اليمنيين مع الكثير من المبعوثين والمهتمين بأشأن الإنساني أتت كلها فيما يخص اليمني أو أن الأمور لم تتعدى نسبة المساعدة البسيطة 20 أو 30 بالمئة الموضوع مقتصر على مساعدة اليمنين لنفسهم أو مركز الملك سلمان طيب إذن نتحدث عن الإنسان الإنسان اليمني الذي هو بحاجة إلى الكثير من الحقوق سواء السياسية تسمعوني أستاذ فهمي أنا أسمع الصوت تسمعوني أستاذ فهمي تسمعوني نعم نعم أسمع نعم نعم أسمع الآن طيب نعم نعم أنت تسمعني ولكن أنا لا أسمعك أسمعك الآن لعلك ترفع صوت أسمعك طيب إذن أسأل عن مسألة هذه الزيارات وتعامل اليمنيين مع الكثير من المسؤولين الأمميين فيما يخص حقوق الإنسان إلى أي حد يمكن أن يضغط بهذا الملف على هذه الميليشيا الإنقلابية المنتهكة لحقوق الإنسان في الداخل اليمني سواء أطفال أو نساء أو غيرهم وبالتالي أخذ هذا الملف إلى الأمم المتحدة أو الدول الفاعلة من بوابة الإنسان اليمني ويضغط عليها نعم أخي الكريم النتائج نتائج زيارات الأممية السابقة والمبعوث الأممي الأول والثاني والثالث ولم تأتي هذه الزيارات بأي نتيجة أصابت الكثير من المواطنين بحالة كبيرة جدا من اليأس من هذه الزيارات لكننا نتفائل ونتمنى أن تكون هناك نتائج ملموسة وأن يتم الضغط على هذه الميليشيات الحوثية من أجل التوقف عن استهداف المدنيين وعن قتل النساء وعن قتل الأطفال ويجب على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها الفاعل من أجل حماية الطفولة وحماية المدنيين بحسب المواثيق والقوانين والسكوك والبروتوكولات الدولية التي تنص جميعها على حماية المدنيين وعلى حماية الأعيان المدنية وعلى أيضا التوقف عن حصار المدنيين اليوم هناك مديرية بأكملها يسكنها 35 ألف نسمة أكثر من 5500 أسرة يتعرضون لأبشع المواع الانتهاكات هناك حصار رطبك وخانق على هؤلاء يمنع عنهم الدواء يمنع عنهم العلاج يمنع عنهم المستلزمات الطبية يعانون هناك حالة طيب ماذا يقال لكم عندما تلتقون بعض المسؤولين حول هذا الحصار ما هي المبررات نعم هم يدينون هذا المسؤولين من تقصد من المسؤولين؟ طيب كنت أسأل عن المسؤولين الأمميين وأكتفي بهذا القدر وهذا الشرح منك أستاذ فهمي لضيق الوقت شكرا جزيلا لك من مأرب مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة الصنعاء فهمي الزبيري شنت موقاتلة تحالف دعم الشرعية غارات على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الصرواح غرب مأرب وقالت من مصادر ميدانية أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة لميليشيات الحوثي ما تسبب بحدوث انفجارات ضخمة واحتراق مخازن الأسلحة الحوثية وقرت وسائل علامة الحوثية بتعرض مواقعها وثقناتها غرب مأرب لنحو تسع عشرة غارة من مقاتلات التحالف وفي تعز تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في جبهات شرق وغرب وشمال الغرب مدينة تعز وقال نائب التوجيه المعنوي العقيد عبد الباصط البحر أن الجيش خاض معارك عنيفة مع الميليشيات في عدد من الجبهات كما قصفت الميليشيات الحياة السكنية ما أسفر عن مقتل طفل خاض أبطال الجيش الوطني معارك عنيفة ومواقهات شرسة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية في عدد من جبهات تعز أبرز هذه الجبهات كانت الجبهة الشرقية والجبهة الغربية وقبهة شمال الغرب المحافظة في الجبهة الغربية منيت الميليشيات بخسائر فادحة تم إلحاق عدد من الخسائر سواء في الأرواح أو في العتادة العسكري الذي تم تدميره وهناك عشرات بين قتيل وقريح في صفوف هذه الميليشيات خلال المعركة في الأربعة والعشرين الساعة الماضية لقاءت ميليشياء الحوتي بعدها إلى قصف الأحياء السكنية هناك طفل شهيد في منطقة الصياحي غرب المحافظة أفد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة في اليمن أن عدد ضحايا الألغام في اليمن بلغ أكثر من ألف وأربعمائة مدنيهم ضحايا هذه الألغام عام 2018 أضاف المكتب في تغريدة على حسابه في تويتر أضاف أن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تواصل قتلى وتشويها المدنيين وتشكل خطرا كبيرا على أعمال الإغاثة ودع المكتب وكالات الإغاثة والمنحين لتقديم المزيد من الموارد لدعم مكافحة الألغام في اليمن وبحسب الحكومة اليمنية فقد زرعت ميليشيات الحوثي أكثر من مليون لغم أرضي في المناطق التي سيطرت عليها والمناطق التي دارت فيها معارك بين قوات الحكومة والحوثيين جرى في عدن توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع العودة للمدارس بمحافظات صعدة وحجة ومأرب والذي نوفذه ائتلافه الخير للإغاثة وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبإشراف وزارة التربية والتعليم ويتضمن المشروع عادة ترميم ما يزيد عن 17 مدرسة وتوزيع الكتاب والحقائب والزير المدرسي وأدوات الحماية الشخصية من كورونا لـ 740 طالب وطالبة بالمحافظات المسادفة وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم جهود مركز الملك سلمان المتواصلة لتعزيز القطاعات الخدمية في مقدمها قطاع التربية والتعليم الذي تعرض لحالة من التدمير بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون قالت نقابة المعلمين اليمنيين أن أكثر من 160 ألف معلم ومعلمة في مناطق ميليشيات الحوثي من دون مرتبات منذ أكثر من خمس سنوات منهم أكثر من 25 ألف معلم أجبرتهم الحرب على نزوح ويعيشون حياة قاتمة من البؤس والحرمان وذكر أمين عم نقابة المعلمين حسين الخولاني ذكر أن المعلم اليمني يعيش ظروفا قاسية ويتعرض المئات من المعلمين لأقصى الظروف وأكد أن مئات المعلمين والمعلمات في مديرية العبدية جنوب مأرب هم محاصرون منذ أكثر من 16 يوما من قبل الحوثيين مع أهالي المديرية مناشدا الحكومة بصرف حقوق المعلمين والنازحين منهم على وجه الخصوص نشرتنا مسامرة وفيها بعد قليل وزير الخارجي الإيراني يقول إن بلاده جاهزة لسنة في العلاقات مع السعودية بانتظار موقف الرياض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا إقاع يتسارع ويطباط لكنه لا يتوقف كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمية دراسة وتحليل موضعي لأهم أحداث اليوم الأقبار الليلة يومياً الخامسة مساءً لتوقيت جرينتش على شاشة الحدث ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلاً بكم من جديد استبق وزيره الخارجي الأمريكي المحادثات الروسية الإيرانية في موسكو ببحث الملف النووي مع نظيره سيرجي لابروف وفيما أعلن حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي أعلن أن المحادثات بشأن الاتفاق النووي ستستأنف في فيينا قريباً إلا أنه أكد قلق بلاده من التوتر مع أذربيجان قائلاً إن القلق هو من الوجود الإسرائيلي في القوقاز وأضاف أن بلاده لن تسمح بهذا الوجود وفق تصريحه ناقشنا الوضع في الجمهورية العربية السورية وعبرنا عن نياتنا المشتركة في الوصول إلى السلام طويل الأمد وتحسين الوضع الاقتصادي سنستمر في التعاون في إطار فعليات صيغة أستانا لمشاركة إيران وتركيا القمة الثلاثية القادمة ستعقد في إيران عندما يسمح الوضع الوبائي بهذا دورة جديدة من المفاوضات بين إيران والسعودية بدأت وطرحنا اقتراحات وأراء بناء في الجولة الأخيرة لإعادة بناء علاقاتنا ونحن على الطريق الصحيح أبلغنا المسؤولين السعوديين أن إيران لديها الاستعداد اللازم لتعود العلاقات إلى وضعها الطبيعي وننتظر الموقف السعودي من أجل استئناف العلاقات كما نعتقد أن الحوار بين دول المنطقة سيساعد في منع التدخلات الأجنبية ونحن ندعو دائما لحسن الجوار ونأمل أن نتوصل في أقرب وقت إلى نقطة نتخطى فيها سوء الفهم والتوتر والتصعيد لن نتسامح بكل تأكيد مع أي تغيير جيو سياسي أو أي تغيير في خريطة القوقاز ولدينا مخاوف جدية حيال تواجد الإرهابيين والصهاينا في هذه المنطقة تتهم إسرائيل إيران بتزويد حزب الله بمئات المسيرات المفخخة التي يمكن توجيهها من أو عن بعد إلى جانب وجود المئات منها بيد القوات التابعة لإيران في سوريا والعراق واليمن ما يضيفه بحسب مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية تحديا جديا إلى الملف وهو تحدي جديد بالإضافة إلى مشروع الصواريخ الدقيقة الذي تحاول إيران من خلاله تتشين خط إنتاج الصواريخ في لبنان إلى جانب تحسين دفعة أو دقة عشرات الألاف من دفعات الصواريخ هذه التي يملكها حزب الله وفق الرواية الإسرائيلية تتعاضم خشية إسرائيل على الجبة الشمالية وفي مناطق أخرى من أن لا تفلح منظومات الدفاع الجوية خاصة القبة الحديدية في اعتراض المسيرات الإيرانية المفخخة إسرائيل تقول أن المئات من هذه المسيرات باتت بيد حزب الله في لبنان وهي موجودة أيضا في سوريا واليمن والعراق يأتي ذلك في خضم المعركة الإسرائيلية أصلا ضد مشروع الصواريخ الدقيقة الذي تحاول إيران أن ترسيه في سوريا ولبنان أيضا وبالنسبة لإسرائيل فإن الهدوء السائد حاليا على حدود لبنان يبقى هشا وقابلا للانكسار في أي لحظة بعد أن تحولت هذه الحدود بالإضافة إلى الجبهة السورية إلى جبهة واحدة من النقورة اللبنانية وحتى الحمة السورية وأصبحت مواجهة شبه مباشرة بين الإسرائيليين والإيرانيين والتتهم إسرائيل إيران في إطار تعزيز موقفها التفاوضي مع الغرب بتفعيل الجبهة السورية ومحاولة تأسيس جبهة قتالية نشطة في الجولان السوري مع حزب الله وبالتعاون مع اللواء تسعين في الجيش السوري وتعتبر إسرائيل الجغرافية السورية تحديدا مصارا أساسيا لما تقول إنه تهريب للسلاح الاستراتيجي والأسلحة الدقيقة ولهذا تتوعد بتكثيف الغارات الجوية على الأهداف الإيرانية تحديدا داخل سوريا زياد حلبي الحدث الجولى المحتلة أعلنت الوكالة الأمريكية لتنمية دولية أطلقها مشروعا جديدا بقيمة 29 مليون دولار لتوفير طاقة موثوقة على كافة الأرض اللبنانية كما أوضحت الوكالة الأمريكية أنها تسعى إلى زيادة إمدادات توليد الكهرباء على مستوى المجتمع وزيادة الفعالية من حيث التكلفة والملاءمة البيئية والاستدامة وموثوقية إمدادات الطاقة هوا مزوطات حزب الله حزب الإرهابي اللي عم بيوزع بقرة الشوف مزوطاته بيرجعوا لعنده مردودين عليه نحن ما بدنا إياه ولا بدنا مزوطاته ولا عون شباب هالأمانة طبعا هاي بغريفة خلهم بغريفة حتى بيشعبوا لهم المزوطات كله مزوطاته إرهابي هايدي بغريفة هايدي غريفة الشوف هايدي الأمانة طبعا كشفت صحيفة شرق الأوسط أن ميليشي حزب الله اللبناني قررت إعلان التعبئة العامة ضد الولايات المتحدة بتزامن مع التحضيرات لقوض الانتخابات البرلمانية اللبنانية ونقلت عن مصادر سياسية خاصة أن لبنان شهد مرحلة جديدة من المواجهة السياسية بين حزب الله والولايات المتحدة الأمريكية هي ليست محصورة في موقف واشنطن من تهديد الحزب للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار فقط أن ما فيه الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2022 التي يراهن عليها المجتمع الدولي على أنها محطة لإعادة إنتاج السلطة السياسية وتقول المصادر أن ميليشي حزب الله مع أعلانه التعبئة السياسية ضد واشنطن يعلن التحضير لخوض الانتخابات النيابية وتشير الصحيفة إلى أن حزب الله دخل المعتركة السياسية الدائر في المنطقة في محاولة لتجميع أكبر عدد من الأوراق اللبنانية لوضعها بتصرف حليفه الإيراني مع زيادة الشروط لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا نذكر بالعنوين المبعوث الأممي إلى اليمن يختتم زيارته إلى عدن ويؤكد أهمية تغيير المسار والعمل نحو تسوية سياسية تشمل الجميع الخارجية الألمانية تدين الهجوم الحوثي على مأرب وتطالب باستئناف المحادثات السياسية مسؤول أممي يتفقد الأحياء المدمرة في مأرب ويدعو لتوثيق الانتهاكات الحوثية المرتكبة بحق المدنيين بهذا وصلنا مشاهدين إلى نهاية هذه النشرة نشكركم على حسن المتابعة بعد قليل الأخبار الليلة مع زميلة لارا نبهان ومقابلة مع الأخضر الإبراهيمي وملفات أخرى إلى اللقاء